قبل ستة أشهر كانت المنطقة الصناعية عند طرف مدينة حلب شبه مهجورة قبل أن ينزح إليها آلاف السوريين ويحولوها إلى حلب الجديدة كثر لجأوا إلى الشيخ نجار التي كانت تعتبر قبل الحرب أكبر مجمع صناعي في سوريا من بين هؤلاء أم ياسين هي تخسل الأطباق في غرفة استبدلت جدرانها بأربع بطانيات معلقة على شكل ستائر ويتم جلب المياه من نبع قريب الحمد لله والله هم مقارمين وأصيلين نعني هلما أروح عن نافدة وأطلب قبز بيعطوني وأطلب شيء بيعطوني حرام لكما السوار معالم داحت بهدلي وتبقى غالبية المصانع والمصالح الستة آلاف الموجودة في الشيخ نجار مقفلة بسبب المعارك والانقطاع المتكرر للطيار الكهربائي ويكاد بعض النازحين لا يجدون ما يقتاتون به ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر